السلام عليكم معكم الرجاء من قناة سكورة فانز إذن رسمياً الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال إفراقية للمرة التاسعة في تاريخه بعدما حقق انتصار على الغريم الزمالك بهدفين لهادف واحد الانتصار جاء في الضقائق الآخرة 87 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اللاعب قفشة يهدي دوري أبطال إفراقية للأهلي ألف مبروك لجماهير الأهلي المصري التتويج بدوري أبطال إفراقية وحد أوفر للزمالك المصري في المواعيد القادمة لقاء صراحة كان جميل بكل ما تحمل الكلمة معنا وبعض الجزئيات البسيطة هي اللي ساهمت في انتصار الأهلي المصري وأيضاً كانت هناك بعض الجزئيات البسيطة تنقص الزمالك لكي يتوج بدوري أبطال إفراقية للمرة السادسة في تاريخه حلقة اليوم إن شاء الله غنشوفوه كيف تمكن الأهلي المصري من حسم الأمور لصالحه شخصية البطال الفريق عنده الروح عنده تجريبة عنده الكاريزما العديد من الأشياء ساهمت في تفوق الأهلي المصري عكس الزمالك صراحة الزمالك قدم لقاء كبير بكل ما تحمل الكلمة معنا وخلق فرص كثيرة وخلق متاعب كثيرة للأهلي المصري وكما ذكرتوا سابقاً لو لا بعض الجزئيات البسيطة ولولا بعض الأخطاء من المدرب خصوصاً فيما يخص التغييرات كان بإمكان الزمالك على أنه يتوج بدوري أبطال إفراقية وكان بإمكان الزمالك يحقق هذا اللقب الغالي أنتم أيضاً شاركوا معنا بالآراء ديالكم والتحليلات ديالكم ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ويتي قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك بارتاتي والحلقة بالنسبة لكي شاهدنا أول مرة تسجل في القناة دينا فعل جرس تنبيهات باش يوصلك الجديد أول بأول وما تنسوش تجلو فتحدينا على الفيسبوك غنخلي لكم اللينك في أول تعليق متبت ندخلوا في تفاصيل الحلقة إذن المرة الثالثة تابتة بالنسبة للأهلي المصري يعني الأهلي اللي في شل تستويج بلقب دوري أرطال إفريقية منذ سنة 2013 وجماهير الأهلي تنتظر التاسعة الأهلي اللي وصل العديد من المرات للنهائي ولكن دائما كانت تنقصه الخطوة الآخرة نهازم للدع الويداد سنة 2017 في نهاية دوري أرطال إفريقية وكذلك نهازم للدع الترجيء التونسي كان من الصعب أن نشاهد الأهلي المصري ينهازم للمرة الثالثة في نهاية دوري أرطال إفريقية لقاء كان متقارب من حيث المستوى ولقاء كان من الصعب التكهون بنتيجته الزمالك كان بإمكانه يحسم اللقاء لصالحه وكان بإمكانه تستويج بلقب دوري أرطال إفريقية ونفس الشي ينطبق على الأهلي المصري بالرغم أنه من وجهة نظر الشخصية كان واحد تفوق طفيف لصالح الزمالك المصري اللي ما عرفش يستاغل الفرص التي أتيحت له يعني الشوك الأول فيما يخص التشكيل اللي لعبوا بي الفريقين لحظنا العديد من الغيابات العديد من اللاعبين تصابوا فيروس كورونا وهات شيء اللي خلاهم يغيبوا على اللقاء دياليوم ثلاثة ديال اللاعبين مهمين غابوا على الزمالك المصري اللاعب عبدالله جمعة ظاهر العيصر اللاعب الوينش قلب الدفاع واللاعب أوباما المهندس ديال وسط الميدان الأهلي المصري عرف أيضا غياب اللاعب اليون يونج لاعب صخرة في وسط الميدان وكذلك الحاوي سليمان يعني هذه الغيابات كانت مؤثرة وخلاك المدربين يقوموا بالعديد من التغييرات وكذلك يقوموا بالعديد من التغييرات فيما يخص الخطة ديال اللاعب الأهلي المصري بدأ بتشكيله التالية في حراسة المرمى الشناوي هاني كظاهر أيمن معلول كظاهر عيصر قلوب الدفاع أيمن أشرب وياسر إبراهيم سليا وحمدي فتحي كلاعبين ارتكاز كي قد تقدمهم اللاعب قفشة كصانع العاب الأجنيحة أجري والشحات ورأس الحربة مروان مو فيما يخص الزمالك المصري في حراسة المرمى أبو جابل أحمد عيد كظاهر أيمن إسلام جابل كظاهر عيصر محمود علاء وعبدالغاني قلوب دفاع وسط الميدان ارتكاز طارق حامد وساسي كي تقدمهم اللاعب شيكابالا كصانع العاب لقدم لقاء كبير بكل ما تحمل الكلمة معناه في الشوط الأول وخرج في الشوط الثاني تنظر على أن عامل السن عنده صراحة أن اللاعب يمكنه شيء يعطيك كثير من 40 ولا 45 دقيقة وهذه مسألة عادية الأجنيحة اللاعب زيزو وابن شرقي ورأس الحربة مصطفى محمد يعني اللقاء بدأ تقريبا 10 ولا 15 دقيقة الأولى السيطرة للأهلي المصري الأهلي تمكن مفتتاح النتيجة عن طريق اللاعب السولية القادم من الخلف يتمكن من تسجيل هدف الأول وتوقعت على أن من بعد تسجيل هدف الأول لصالح الأهلي المصري على أن الأهلي غير يواصل ضغط دياله على الزمالك وغير يبحث لتسجيل الهدف الثاني ولكن العكس هو اللي حصل الزمالك بدك ياخذ بزمام الأمور وخلق فرص كثيرة وخلق متاعب كثيرة لدفاع الأهلي المصري وكان بإمكانه في العديد من اللقطات تعديل النتيجة اللاعب شيكابالا يعني صراحة بعد محاولة أكثر من رأيها كي يجي وكيراوغ اللاعب الأول واللاعب الثاني واللاعب الثالث وكيراقن واحد القورة في الزاوية البعيدة في الزاوية التسعين ليعلن الهدف الأول لصالح الزمالك نتيجة التعادل يعني صراحة منذ دقيقة 15 لحظنا سيطرة مطلقة للزمالك في الشوط الأول وكان بإمكان الزمالك في العديد من المرات تسجيل الهدف الثاني لما يخص الشوط الثاني صراحة الزمالك منذ الدقيقة الأولى واصل في بسط السيطرة ديالو وكان بإمكانه في العديد من اللقاطات والعديد من المرات أن يضيف الهدف الثاني ولكن لو لا رعونة المهاجمين ولولا التصرح في العديد من المرات هذه الأشياء صراحة كان عنده حتى تأثير سلبي على فريق الزمالك نقطة التحول في اللقاء من وجهة النظر الشخصية خروج اللاعب شيكابالا ودخول اللاعب كاسونغو يعني منذ الدقيقة اللي يدخل فيها كاسونغو الزمالك ولا كيلعب عشرات اللاعبين يعني صراحة تغيير غريب من المدرب يعني عندك اللاعب أناجم في بنك الاحتياط لاعب كيمتاز بالعرضيات ديالو لاعب كيمتاز بالمراوغات ديالو أيضا لاعب كيمتاز بالضغط العالي وفي العديد من المرات لاحظنا على أنه عطاء هداف مهمة لفريق الزمالك وأبرزها لهدف اللي سجله ضد الترجيء التونسي تغيير غريب من المدرب باتشيكو وهذا التغيير قلب اللقاء رأسا على عاقب يعني الزمالك تغيير منذ دخول اللاعب كاسونغو وكما ذكرته سابقا واللينا كنحس على أن الزمالك لعب عشرات اللاعبين الأهلي اليوم انتصر بشخصية الباطل انتصر بكما كنقوله بالكاريزمة اللقاءات المهمة واللقاءات النهائية تربح ولا تلعب وهذا ما فعله الأهلي يعني بالرغم من خطورة الزمالك في الشوط التاني ولكن يعني قلتها في الخاتب ديالي قلت على أن الأهلي المصري يمكن له يلحق الأضرار بالزمالك يعني في أول فرصة وبالفعل تحقق هذا واحد من سلال من اللاعب معلول لكيقدم كورة فوق طبق من ذهب لللاعب شحات لعب شحات صراحة أضاع كورة لا تضيعه لو أن الأهلي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا الشحات كان سيتحمل المسؤولية يعني كورة سهلة المرمى فارغ اللاعب يمكن له يركل الكورة في وسط يعني بكل سهولة اللاعب كي يسدد الكورة في العارضة وكي يضيع هدف على الأهلي ولحظنا من بعد ذلك كيف ما قلت على أن الزمالك تراجع الأداء دياله خصوصا على أن اللاعب كاسونغو لم يقدم الإضافة كنت قنظن على أن باتشيكو غايشوف الخطأ اللي دار وغايصحه ويدخل اللاعب أوناجم ويخرج لعب آخر ولكن المودري باتشيكو لم يتفطن للخطأ الذي ارتكبه وواصل في نفس النهش وواصل في نفس الطريقة والأهلي المصري بدأك يأخذ تيقى دقيقة بعد دقيقة ولكن يلعب بطريقة دكية جدا ولكن يمتص كما كنقول الحماس والندفاع ديال الزمالك وأيضا ولكن يعتمد على انسلالات ديال المهاجمين صراحة أيضا بغيت نتحدث على واحد اللاعب مروان محسن كان نقطة ضعف واضحة في هجوم الأهلي لم أشاهد اللاعب قوال تسعين دقيقة حتى كورة ولجو كورات لجاوة تعامل معهم بوحد طريقة سيئة جدا صراحة مروان محسن مهاجم لا يليق بفريق كبير بقيمة الأهلي المصري اللاعب قفشة صراحة أبان على أنه عنده مستويات رائعة تحدثت في الحلقة السابقة قلت على أن قفشة يمتاز بتصديدات القوية من خارج منطقة الجزاء وبالفعل تحقق هذا الأمر دقيقة 87 اللاعب قفشة يرسل قنبلة لمرمى الزمالك حارس أبو جبل من الصعبة لقاء كان جميل بين الفريقين ولقاء كان صعب تكهون بنتيجته بحكم أن الفريقين بجوش خلقه في ورص كثيرة الزمالك كانت تنقصه بعض الجزئيات البسيطة والزمالك قدم لقاء كبير بكل ما تحمل الكلمة من معنى بالرغم على أن الغيابات كانت مؤثرة يعني قلت من قبل عبد الله جمعة الظاهير الأيصر لاعب مهم جدا اللاعب أوباما في وسط الميدان وكذلك اللاعب الوينش لكي تعتبر من أفضل المدافعين في مصر أيضا غياب اللاعب أليون يونج اضطر على الأهلي المصري ولكن لاحظنا على أن الأهلي اليوم تعامل مع اللقاء بوحد طريقة دكية جدا وتمكن من استغلال أنصاف الفرص شيء الذي لم يفعله الزمالك أيضا المدرب بيتو موسيماني تفوق على باتشيكو يعني أدار اللقاء بوحد طريقة دكية جدا تنظر على أن باتشيكو أهدى اللقاء بالتغيير كابالا ودخول كاسونغو لأثر على المرضود دي الفريق الزمالك لاحظنا على أن منذ دخول كاسونغو مستوى الزمالك تراجع كثيرا ولنا نحس على أن الفريق كل عباشرة للعبين عموما الأهلي يفوز بالتاسعة الأهلي بطل دوري أرطال إفراقيا الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندياء التي ستقام في قطر فيبراير المقبل ألف مبروك لجماهي الأهلي وحد أوفر للزمالك المصري في المواعيد القادمة خليولي الآراء ديالكم والتعليقات ديالكم واللطسامات ديالكم وتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم إلا أعجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك بارتاجيو الحلقة بالنسبة لكي شاهدنا أول مرة تجلو في قناة دينا فعل جرس تنبيهات بس يوصلك الجديد أول بأول وما تنسوش تجلو سبحانينا على الفيسبوك غير خليلكم لينك في أول ساعة متبت كان معكم ريدامي قناة كورافينز سلام الله عليكم اشتركوا في القناة